الان الى مجموعة من الاخبار المتفرقة حيث هاجم الامين العام السابق لحزب الله اللبناني صبح الطفيلي تدخل ميليشيا حزب الله في سوريا وحمله مسؤولية تدمير البلاد وقتل العباد حيث انفجرت طفيلي غاضبا على ايران وحزب الله بسبب المجازر المرتكبة مؤخرا بحق المدنيين في حلب اليوم نحن نحرر العالم العربي والاسلامي تحت عنوان نحن نريد ان نبني جبهة في مواجهة العدو الاسرائيلي الحقيقة ربما اخطأنا نحن كنا نظن ان القدس في فلسطين تبين القدس في حلب انا لا استطيع ان استوعب كيف للمرء ان تغمض عينه واطفالنا ونساؤنا واعراضنا تحت الانقاض يضربها الصليب الروسي لاحتل لفترة طويلة ايران هذا الذي يضرب بحلب طائراته قد تتحول غدا لضربك يا اخواني ما يجري جريمة كبرى القدس في فلسطين وليس في حلب وليس في صنعاء وليس في بغداد وليس في اي القدس في فلسطين يجب يجب ان يعاد النظر ان يصار الى تفاهم باي صيغة بيننا وبين كل السنة بلا استثناء بيننا وبين كل السنة لا يجوز ان نصبح من الحمق الذين يقتلون والغنائم للاخرين قد ثلاثة مدنيين واصيب اخرون جراء القاء احد العناصر التابعة لمسؤول المصالحات في مدينة معظمية الشام لقملة يدوية على مظاهرة شعبية خرجت امام منزل المسؤول احتجاجا على الغلاء الفاحش ناشطون من المدينة اشاروا الى ان المظاهرة خرجت امام منزل المدعو محمد نعيم رجب المعروف بكونه عراب المصالحات مع قوات النظام في المدينة حين اقدم احد عناصره على رمي القنبلة وسط حجد من المدنيين فيما بث احد الناشطين شريطا مصورا يوثق احراق منزل نعيم بعد فراره خارج المعظمية انتقاما منه على افعاله تشهد مدينة المعظمية ارتفاعا حدا في الاسعار حيث تستمر قوات النظام باغلاق المعبر في وجه المدنيين ختم حلقة اليوم من هنا سوريا شكرا لكم والى اللقاء